الصفات العامة للطيور هي الطائفة الثانية من مجموعة الرهليات والتي ناشأت من مجموعة من الزواحف واحتفظت ببعض صفاتها، ولكنها عكس الزواحف في كونها من ذوات الدم الحار، حيث تتراوح درجة حرارة جسمها من 42 إلى 45 درجة مئوية. أما عن الصفات العامة للطيور فتتمثل فيما يلي واحد جميع الطيور والطيور فقط يغطي جسمها الريش لتدعيم جسمها أثناء الطيران وللمحافظة على درجة الجسم وفي العادة يقع الريش القديم وأتكون مكانه ريش جديد في نفس المكان القديم وذلك على فترات وعادة بعد موسم التزاوج 2- الأطراف الأمامية متحورة إلى أجنحة وهي متطورة جداً في حالة الطيور التي تطير عادة تكون الأجنحة مزودة بريش كبير 3- الأطراف الخلفية لها أربعة أصابع، الخامس مختفن، تنتهي جميعها بمخلب قرني، والأجزاء العليا من هذه الأطراف مغطاة بريش، بينما الأجزاء السفلة عادة تغطى بقشور قرنية كما يوجد في الزواحف 4- الغدد الجلدية تتمثل فقط بالغدة الزيتية أويل جلاند، وتتكون من فصين يوجد على السطح الظهري عند قاعدة الذيل، وهي تفرز مادة زيتية تدهن الطيور بها ريشها خاصة المائية، وفائدتها أنها تحمي الريش من البلل، كما تعطي كل طائر رائحة خاصة مميزة 5- بالإضافة إلى إفرازها مادة الأرغسترول، التي تتحول عند تعرضها للشمس إلى فيتامين دال، الذي يبتلعه الطائر عند تنظيف ريشه 5- لا توجد أسنان في جميع الطيور الحديثة، والفكوك تتحور لتكون المنقار، وتختلف المناقير في شكلها على حسب طبيعة الطائر ومصدر غذائه 6- عظام الطيور خفيفة، وتحتوي على تجاويف هوائية، مما يساعد الطائر في عملية الطيران، ومعظم العظام تلتحم مع بعضها تماما، مثل عظام الجمجمة، والعمود الفقري، والأطراف الأمامية والخلفية 7- ينتفخ المريء عادة في المنتصف ليكون الحوصلة، كراب، التي تستخدم في تخزين وترطيب الطعام، وتتميز المعدة إلى جزء هاضم وجزء عضلي أو القانصة، جيزرد، لطحن الطعام، ويتميز مكان اتصال الأمعاء الدقيقة والغليظة بوجود زوج من الردوب المستقيمة 8- يتم إنتاج الصوت في الطيور في عضو خاص يعرف بالمحقن، والذي يوجد في مكان اتصال القاصبة الهوائية مع الشعبتين الهوائيتين، والتين تتفرعان داخل الرئتين إلى شعبات هوائية تتصل مع أكياس هواء غشائية، وهذه الأكياس عادة ما تتصل بالتجاويف الهوائية للعظام 9- القلب يتكون من أربع حجرات، أذينين وبطينين، والصمام البطيني الأيمن عبارة عن ثنية عضلية القوس، الأورطي الأيمن فقط هو الموجود في الحيوان البالغ 10- الأعضاء الشمية عادة تكون مختزلة، ونصف الكرة المخيان والفصان البصريان دائما كبيران، حيث إنهما مسؤولان عن حاسة البصر الحادة في الطيور 11- تتكون الكلية من ثلاثة فصوص، ولا توجد مثانة بولية، والمواد الإخراجية تكون شبه صلبة، والمبيض وقناة البيض في الجانب الأيمن عادة ضامران 12- الطيور جميعها بيوضة، أوفيبرس، والبيوضات كبيرة الحجم، وتحتوي على كمية كبيرة من المح لنمو الأجنة 12- الطيور